السلام عليكم ان شاء الله هنبدأ في الفصل الرابع اللي هو الدفعات المتساوية بفايدة مركبة طبعا كلمة دفعة هي عبارة عن ايه قولنا قبل كده في الفايدة البسيطة هي عبارة عن مبلغ مبالغ متساوية بتدفع على فترات متساوية بسوفة دورية ومنتظمة زي ايه مثلا زي الايجار الشهري مثلا ايه الايست لو بادفع مثلا وليكن 500 جنيه كل شهر هدفعها لمدة سنتين فكده يبقى فيه عندي مبلغ بادفعه كل مدة متساوية اللي هي كل شهر والمدة الايجمالية ايه سنتين هدفع فرضا است ربع سنوي لشقة يبقى هدفع فرضا خمس تلاف جنيه كل ثلاث شهور لمدة عشر سنين يبقى كده الدفعات المتساوية برضه اعرف تمرين الدفعات المتساوية منين ان انا هلاقي فيه كلمة كل قبلها يبقى فيه مبلغ بعدها فيه مدة اللي هي مدة الدفع الوحدة والمدة الكلية للايه للدفعات طيب احنا برضه زي الفايدة البسيطة عندنا نوعين من انواع الدفعات دفعات عادية اللي هي بتدفع اخر او نهاية كل فترة زمنية سواء الفترة دي كانت شهر شهرين ثلاث شهور يعني ربع سنة ستة شهور نصف سنة كل سنة ايما يكون دفعات فورية او دفعات غير عادية ودير اللي بتدفع في اول او بداية كل فترة زمنية لدينا تحرين بلا طه لقيمة الدفع طه طبعا يعني كانوا بطرمز للقسط او يعتبر في حد زاد دفع او عدد الدفع هايبقانون وعين معدل اسمار وجيم الجملة سنختصر على جملة الدفعات العادية وجملة الدفعات غير العادية لن نتطرق للقيمة الحالية لدينا قانونين قانون جملة الدفعات العادية عبارة عن قيمة الدفع الواحدة مضروبة في بسط المقام البسط هيبه فيه فوق واحد زائد عين قص نون كل القيمة دي نقص واحد مقسومة على عين اللي هو معدل الفايد طيب جملة الدفعات غير العادية نفس القانون بالضبط بتاع الدفعات العادية أزود عليه أن أنا هضرب في واحد زائد عين طيب في ملاحظتين همتين أول ملاحظة في التمرين لو ما قلناش نوع الدفع يعني بتدفع أول أو في الآخر هنفترض أنها دفعة عادية الملحوظة الثانية أن الفايدة بتضاف في حالة الدفعات بنفس نوع الدفع يعني إيه؟ لو الدفعة سنوية يبقى الفايدة هتضاف مرة واحدة في السنة طيب لو الدفعة نصف سنوية يعني كل ست شهور يبقى الفايدة هتضاف مرتين في السنة حتى ولو لم يسكن في التمرين الفايدة مثلا الدفعة ربع سنوية يبقى أفهم من كده على طول بدون ما في التمرين يقول لي الفايدة تضاف كل ربع سنة أني عدد مرات الإضافة أربع مرات يبقى دفعة ربع سنوية يبقى أفهم كده أن الفايدة بتضاف أربع مرات في السنة أو كل ربع سنة وبالتالي طالما بتضاف أكتر من مرة في السنة سواء كل ثلاث شهور يعني ربع سنة أو كل ست شهور يعني نصف سنة يبقى سواء قال لي أو ما قال ليش أفهم إن أنا إيه؟ أعدل المدة والمعدل طالما بتضاف أكتر من مرة في السنة والنقطة مهمة جدا في الدفعات مثال لو عندنا أحد الأشخاص بيدفع أو بيوضع ألف جنيه في آخر كل سنة وبفايدة مركبة أربعة ونصف في المئة سنوية لو عايزين جملة أو رصيد هذا الشخص في نهاية عشر سنوات طيب هنلاحظ من هنا إيه يا شباب إني عندي إداع ألف جنيه في آخر كل سنة كلمة كل هنا قبلها إيه؟ مبلغ وبعدها مد يبقى دفعات طيب قيمة الدفع الوحدة كام؟ ألف طيب في آخر يبقى دفعات عادية كل سنة يبقى مدة الدفع الوحدة سنة واحد طيب قال لي في الآخر عايزة الرصيد في نهاية عشر سنوات يبقى المدة الكلية عشر سنوات هنطبق القانون وبتطبيق القانون هيطلع الجملة مباشرة تساوي 12,288 جنيه واثنين من عشر ودي سهلة جدا مفاشعية مشكلة ولاحظ هنا ان احنا ولا عدنا المدة ولا المعدل لان الدفعة سنوية شخص بيوضع قسط أول كل سنة قدره 7000 جنيه لمدة تسع سنوات برضو هنا كل سنة وأول يبقى كده الدفعة دفعة غير عادية أو فورية مبلغ الدفعة 7000 المدة تسع سنوات المدة الكلية معدل الفائدة 12% سنوية معدل الفائدة المركبة هنطبق القانون مثل اللي فات بالضبط بصفة 1 زائد عين 1 زائد عين أحيان أنها تستطيع واحد ضي أتنشر من المئة القوس الأخير يستطيع الوقت القانون يستطيع برضو الإجمالي بساوي 15841 واحد من عشر وهي مجرد طبيق لقانون المباشر دعوكم ايه مكتمرين يوضي على شخص في بداية كل شهرين مبلغ 7000 جنيه مبلغ 7000 جنيه مبلغ 7000 جنيه مبلغ 7000 جنيه مبلغ 8000 جنيه مبلغ 7000 جنيه مدى الدفعة الوحدة يجب ان يكون مدى الدفعة الوحدة شهرين وفى من هذا ان الفايدة يضاف كل شهرين البداية يجب ان تكون دفعات غير عادية او فورية معدل فايدة عن 9% المدة الكلية 8 سنوات ملخص التمرين قلناه الدفعة 7000 المعدل 9% مدى 8 سنوات الدفعات غير عادية اتفقنا الفايدة تضاف كل شهرين ليه عشان انا بدفع كل شهرين يبقى الفايدة تضاف كل شهرين يبقى ان 12 شهر على 2 يبقى بتساوي 6 يبقى اقفى من كده ان عدد مرات الاضافة خلال السنة بتساوي سبت مرات يبقى نازم اعدل المعدل بالكلام ده عندي المعدل 9% خلال السنة قلنا المعدل بيتاسم على عدد مرات الاضافة يبقى 9-6-1.5% المدة عندي 8 سنين وفي كل سنة بضيف 6 مرات يبقى 8-6-48 اطبق القانون باستخدام المعدل بعد تعديله كالتالي يطلع برضو الناتج النهائي وياريت تستخدموا الآلة الحزبة علشان تقدروا توصلوا النفس الناتج لو طلع خطأ يبقى فيه خطأ انما تطبق القانون نسيت قوس نسيت اي حاجة زي كده فضروري انك لازم تعملها بايدك يبقى الناتج النهائي 494 1269 تسامنا